السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية ازيكو يا اصحابي درس النهاردة درس مهم جدا كلنا بنستخدمه في كل المراحل الدراسية لغاية ما نخلص جامعة وحتى بعد ما نخلص جامعة كمان بنستخدمه في حياتنا العملية الدرس النهاردة هو ادوات الاستفهام في اللغة الانجليزية ازاي بنكون سؤال وازاي بنكون سؤال بشكل سليم وان شاء الله النهاردة هنشرحه بشكل مبسط ومفصل في نفس الوقت وبشكل جديد كمان وقبل ما نبدأ في درس النهاردة اتمنى ان انتو تشاركوا الدرس ده مع اصحابكو وقرائبكو علشان هو مهم جدا لكل المراحل الدراسية وزي ما قلت بنستخدمه كلنا فأدوات الاستفهام في اللغة الانجليزية هم تسعى أدوات استفهام وهما ما أو ماذا وين متى وير اين هو من ويتش اي من أو ايهما هوز ملك من واي لماذا هاو كيف هم للسؤال عن المفاول به في حالة الانسان طبعا وهنوضح كل واحدة فيهم طريقة استخدامها بشكل مفصل ومع امثلة سهلة جدا وبسيطة واول حاجة بنستخدمها في اللغة الانجليزية ويمكن دي اكتر اداة استفهام الناس كلها بتستخدمها بنسبة 60% من الاسئلة وهي كلمة وط ما أو ماذا وط ما أو ماذا used to ask about things بنستخدمها ان احنا بنسأل بيها عن الاشياء فانا ممكن اقول لك what is your name ما هو اسمك ممكن اقول لك what are you doing انت بتعمل ايه what are you doing انت بتعمل ايه what do you eat انت بتاكل ايه انت بتاكل ايه تاني اداة من ادوات لاستفهام when when متى السؤال عن الوقت used to ask about time بنستخدمها ان احنا نسأل عن الوقت ممكن اسألك واقول لك when are you leaving انت هتغادر امتا هتمشي امتا when are you leaving انت هتمشي امتا when are you going to school انت بتروح المدرسة امتا when are you going to work انت بتروح الشغل امتا when are you going to sleep انت بتروح تنام امتا when متى للسؤال عن الزمن ثالث اداة استفهام where يعني اين طبعا اين بنسأل بيها عن المكان المكان بتاع الشيء اللي احنا نسأل عنه used to ask about place بنستخدمها للسؤال عن المكان فانا ممكن اقول لك where do you leave انت بتعيش فين where do you leave ممكن اقول لك where is my bag شنطتي فين where is my bag ممكن اقول لك where is your school مدرستك فين ممكن اقول لك where do you work انت بتشتغل فين where تستخدم للسؤال عن المكان ورابعة استفهام من استخدمها who who من من بالنسبة للسؤال عن البني ادمين يعني مين من الاخر who للسؤال عن مين من البني ادمين فلما اسألك واقول لك مثلا who are you من انت من تكون ممكن اقول لك مثلا who ate the cheese مين اللي اكل الجبنة ممكن اسألك واقول لك who told you that story مين اللي قال لك القصة دي ممكن اقول لك مثلا who do you love the most in your family مين اكتر حد انت بتحبه في اسرتك فهو للسؤال عن البشر used to ask about people ومعناها من او مين بالنسبة للسؤال عن النفس خامس اداة استفهام which which يعني اي من او ايهما طبعا لما انا بقول لك اي من او ايهما بيجي في عقلك على طول مجموعة اختيارات انت بتختار منها حاجة معينة فهي فعلا which اي من او ايهما used to ask about choices بنستخدمها للسؤال عن الاختيارات وانا لما بدي لك مجموعة choices او مجموعة اختيارات لازم اسألك واقول لك which فانا ممكن اقول لك مثلا which one do you choose انهي واحد انت هتختاره the apple or the orange التفاحة ولا البرتقالة which one do you like اي واحد انت بتفضل the red or the blue the red اللغة الاحمر the blue الازرق which one do you prefer اي واحد انت بتفضل the pen or the pencil الآلم الجاف ولا الآلم الرصاص which بنستخدمها للسؤال عن الاختيارات يعني اي من او ايهما وسادس اداة استفهامة عندنا هي why why يعني لماذا لما انا اقول لك why يعني انا بقول لك ليه لماذا هي used to ask about reasons الاسباب reasons الاسباب لما انا بسألك عن اسباب اي حاجة لازم اقول لك why فانا ممكن اقول لك مثلا why do you go to the sports club انت بتروح ليه انهي ده رياضي why is he crying ليه هو بيبكي why are you wasting your time انت ليه بتضيع وقتك فانا ممكن اقول لك why على حاجات كتيرة جدا والهدف من السؤال ده انا بسألك عن اسباب الحاجة دي وطبعا سابع اداة استفهام هي how 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 h o w يعني كيفة دي بنسأل بيها عن كيفية الاشياء ازاي الحاجات بتحصل فلما اقول لك مثلا how are you كيف حالك انت عامل ايه لما اقول لك مثلا how can you get here انت ازاي بتيجي هنا ولما اقول لك مثلا how do you study your lesson انت ازاي بتذاكر دروسك و how من ادوات الاستفهام اللي بيجي معها بعض الكلمات بتخليها لها معاني تانية زي ما اقول لك how many how many يعني كم عدد للحاجات اللي ممكن نعدها طبعا ممكن اقول لك مثلا how old how old للسؤال عن العمر لما اجي اقول لك مثلا how old are you كم عمرك how much how much ممكن دي بتيجي لسؤال عن السمن لما اقول لك how much does it cost يعني تمنها كام تمن الشيء ده كام فهو من ادوات الاستفهام المهمة جدا اللي بنستخدمها كتير في اللغة الانجليزية فلازم نعرفها كويس وهي بمعنى كيفة وافتكروها دايما بكلمة how are you يعني كيف حالك وادات الاستفهام اللي بعد كده وهي whose whose milkman وهي بنستخدمها للسؤال عن ملكية الحاجات فمثلا ممكن اقول لك whose pencil is this ملك مين القلم الرصاص ده ممكن اقول لك مثلا whose puck is this ملك مين الكتاب ده ممكن اقول لك مثلا whose card is this عربية مين العربية دي فwhos للسؤال عن ملكية الاشياء اه اداة الاستفهام اللي بعد كده وهي اداة الاستفهام الاخيرة وهي whom هم انت بتسأل بيها عن المفعول به بالنسبة للبني ادنين يعني ايه المفعول به بالنسبة للبني ادنين يعني انت مثلا شفت حد معين فاللي انت شفته ده هو المفعول به بالنسبة لنا انت هو اللي تشاف فلما انا عايز اسألك واقول لك انت شفت مين فبقول لك whom did you see in the morning انت شفت مين مين اللي انت شفته في الصباح فانا بسألك دلوقتي عن اللي تشاف اللي انت شفته في الصباح فانا بسألك على شخص معين عن طريق استخدام كلمة هوم الشخص ده هو كان مفعول به في الجملة دي وهي غير شائعة هي it's not common هي غير شائعة الاستخدام في الحياة اليومية بس انا قلت اقولها لكم بالمرة علشان تبقوا عارفينها وما بتحسوش انها جديدة لو شفتوها في اي درس تاني فلما اجي اقول لك مثلا هوم ووز حسام تاكينج تو مين اللي كان حسام بيكلمه هوم ووز حسام تاكينج تو مين اللي حسام كان بيكلمه ممكن ترد عليه وتقول لي he was talking to جاك هو كان بيكلم جاك his new friend مثلا هو صديقه الجديد فهوم للسؤال عن المفعول به فنراجع عليهم مراجع سريع what ما او ماذا when متى where اين who من للسؤال عن الناس which ايهما او ايون من why ليه لماذا how كيفا وبيجي تحت منها how many how much how old whose milkman whom السؤال عن المفعول به من الناس used to ask about people object of verb ولو حد محتاج اي استفسار او اي حاجة اكتب لنا في التعليقات واحنا هنكون more than happy to help you as soon as we can يعني ولو حد مش فاهم اي حاجة يسيب لنا بس comment في التعليقات واحنا هنرد عليه على طب وفي الختام اتمنى انتو تكونوا استفدتم لو استفدت ولو معلومة بسيطة يريد تعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة زي ما قلتلك في الاول متأكد ان في حد محتاج المعلومة وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته